عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة تنفيذ تكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بانشاء 200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وفي إطار خطط الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة وقد أشار مدبولي إلى تكلفات السيد الرئيس بالبدء في بناء 200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى وفي ضوء ذلك وجه بحصر كل الأراضي المملوكة لجهات الدولة داخل القاهرة حتى يتم البدء في البناء عليها فضلا عن البدء في الإخلاء للمناطق غير المخططة وأشار رئيس الوزراء في هذا الصياق إلى نجاح الدولة المصرية في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وتسجيل أهلنا في منطق في مناطق سكنية حضرية مخططة ولائقة مضيفا أننا سنستمر وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي في تطوير المناطق غير المخططة